حذرت وزارة الأعمار والإسكان والبلديات الأشخاص الراغبين بالحصول على قروض صندوق الإسكان من التعامل مع جهة خارج صندوق تدعي بأنها وسيط لترويج معاملات القروض وكشف المركز الإعلامي في الوزارة عن مكاتب وروابط وهمية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لخداع المواطنين واستغلالهم مؤكدا أن التقديم على قروض صندوق الإسكان يكون عبر فروع الصندوق حصرا والروابط الإلكترونية الموجودة في موقع الصندوق وصفحة الفيسبوك الرسمية ويذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد السكان قياسا بعدد المجمعات السكنية على وتنع على عدز المواطن من ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية